ثمن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العلاقات المصرية الاندونيسية الراسخة والمتميزة مشيدا بمبادرة البرلمان الاندونيسي لإنشاء جمعية الصدقة البرلمانية المصرية الاندونيسية لتكون منبرا لتنصيق المواقف البرلمانية بين البلدين جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة مجلس النواب الاندونيسي بوان مهاراني على همش أعمال الجمعية ال144 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في بالي باندونيسيا وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس النواب الجهود التي تقوم بها مصر لنشر الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب والدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في تلك المجالات خاصة في تجديد الخطاب الديني في ضوء اهتمام الجانب الاندونيسي بتلك القضايا وأيضا مكانة الأزهر الشريف المتميزة في إندونيسيا من جهتها أشادت رئيسة مجلس النواب الاندونيسي بمستوى العلاقات المصرية الاندونيسية في المجالات كافة خاصة على الصعيد البرلماني معبرة عن تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين شكرا